وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيبا نفس وإلا أصبح خبيثا نفس كسلان متفق عليه قافية الرأس آخره هذان الحديثان حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فيهما ذكر تسلط الشيطان على الإنسان وحرصه الشديد على إعاقة العبد عن الطاعة والعبادة وفيه أن المرأة إن استغرق في النوم حتى يصبح فإن ذلك يترتب عليه بول الشيطان في أذني وهو على ظاهره يبول حقيقة ومن ذا الذي يرضى أن يبول الشيطان في أذني وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان يعقد على قافية رأس الإنسان إذا نام وقافية الرأس هي مؤخرة الرأس ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد وهذا يثكل رأس الإنسان عن النهوض والقيام فلا يستطيع أن يقوم حتى إن بعض الناس يستطيع أن يرفع الأثقال بيده من قوته ولكنه في هذا الوقت لا يستطيع أن يرفع الغطاء الخفيفة ليقوم للصلاة لضعف قلبه وتسلط الشيطان عليه فإذا ذكر الله انحلت عقده وإذا توضى انحلت عقده وإذا صلى انحلت عقده كلها وأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيثا نفس كسلان أي أن ما يكون منه في ذلك الوقت ينسحب على بقية يومه فإن وفق للنهوض والذكر والصلاة انحلت العقد وانشرح الصدر وذهب الكسل وإن كان بخلاف ذلك وبقي حتى يصبح بال الشيطان في أذنيه ويقوم خبيثا نفس وفي أشد ما يكون من الخمول والكسل نعم